لا يزال لبنان غارقا في أزماته المالية والاقتصادية والمصرفية التي اعتبرها البنك الدولي من إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر وأسبابها تعود في الأساس إلى سوء الإدارة المالية والفساد والسياسات المشبوهة وانخفاض قيمة الناتج المحلي وفقا للبنك الدولي حيث سبب نقص الدولار في البلاد أواخر عام 2019 حالة من الفوضى وفرضت البنوك قيودا صارمة على سحب أموال المودعين وذلك بعد ما اعتبره الخبراء الماليون والبنك الدولي خطأا من البنك المركزي اللبناني عندما أغرى البنوك التجارية بإقراض الدولارات بأسعار فائدة مرتفعة للحفاظ على استمرار تدفق السيولة ثم جذبت البنوك العملاء لإيداع مدخراتهم في حساباتهم بأسعار فائدة أعلى ما جعل لبنان يدير منذ ذلك الحين اقتصادا نقديا وفقدت عملته المحلية وهي الليرة اللبنانية حوالي 90% من قيمتها بعد أن أصبح سعر صرفها يحدد من قبل السوق السوداء ومنذ ذلك الحين قام المودعون اليائسون بسحب مدخراتهم بأسعار صرف أقل بكثير من سعر السوق أما مصير الودائع المتبقية في البنك المركزي فأصبح لغزا غامضا حتى هذه اللحظة وفي العام 2022 وتحديدا في أبريل توصل صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية لاتفاق مبدئي دعا إلى تقييم مصرفي بمساعدة خارجية لأكبر 14 مصرفا في البلاد لكن المراجعة لم تحدث قط حيث رفضت الأحزاب السياسية الحاكمة في لبنان والمسؤولون وكثير منهم مساهمون أو ملاك في البنوء رفضوا إجراء أي إصلاحات وحاليا يعيش لبنان بلا رئيس للبنك المركزي بعد أن استقال المحافظ رياض سلامي الذي ترك إرث ثلاثة عقود من انهيار الاقتصاد لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر